يقول أنا شاب قد تمت والحمد لله من ذنوب كثيرة ولكن بقي علي ذنب يلازمني أتوب منك ثم أعود فيه بعد وقت آخر وقد أعزم أني لا أعود فيه ولكن السيطان يوقعني في هذا الذنب وقد عاهزت الله مرارا أني لا أعود فيه وعزت فيه حتى إني عاهزت الله عند البيت الحرام وعلى المصحف أني لا أعود في هذا الذنب فأنا أتوب وبعد فترة أعود وأقع فيه فما المخرج من هذه المعفية وهل العهد كاليمين وهل له كفارة وإذا كان له كفارة فكم أكفر فقد نقضت العهد وأحيانا أحلق من هذه المعفية حوالي سبع مرات أي تكفي كفارة واحدة أم بكل مرة كفارة أستوني مأجرين لذلكم الله خير الحمد لله الذي لنا عليه الصورة من هذه الظروف وهذا فر من الله سبحانه وتعالى وأما هذا الجنب الذي ناجعك نفسك إليه وإن ندعوك إليه السيطان كل مرة تطوب ثم تعود إليه فهذه نصية ولكن الحمد لله ما دين تشعر بالنجم وتطوب ثم تعود ثم تطوب فهذا جليل على السعود الإيماني الذي في نفسك فعليك بالعزم عليك بالعزم والاستعانة بالله سبحانه وتعالى توبه العزم على أن لا يعود إلى الزمد وأما ما سألت عنه من الكفارة فنعم أهد الله تجمين ويمين تجمين الكفارة إذا كررت هذه الألمان وهذه العهود على ترك هذه الزمد عدة مرات ثم تعود إليه قبل التكفير إنها تجم عليك كفارة واحدة لأنها ألمان موجبها واحد وهي على شيء واحد ستتحد كفارتها ستتكثر كفارة واحدة وهي إطعام وهي إطف رقبة أو إطعام أسرة المساكين أو كشوتهم يعني كشوة أسرة المساكين لكل مستين سوف ومن الإطعام لكل مستين فيه نصف من الطعام دون عادل نصف الساعة وإذا لم تجد شيئا من هذه الأمر الثلاثة الإطعام أو الكشوة أو العثل فإنك تنتقل لحسه ثلاثة أيام قال تعالى كفارة إطعام أسرة المساكين ونوصة ما تتعامون أعليكم أو كشوتهم يعني تسعة أسرة المساكين أو تحرير رقبة هذا على التخلص فمن لن يجد هذا على التركيز فمن لن يجد فصيام ثلاثة أيام لذلك كفارة أينانكم إذا حلستم جزيكم الله خير وأحسنا